موسيقى وهذا اللي عاوز أسألك لأنه كتير مرات إحنا طبعا نتكلم للجميع من خلال هذا البرنامج وفيه عندنا كتير مئات من المسلمين اللي بتواصلوا معنا بالألاف حتى بالواقع وكتير مئات اللي بتغيروا وبآمنوا في المسيح مرات كتير يمكن اللغة لغة التواصل بتكون غير مفهومة سواء منها أو حتى من بعض الخدمات المسيحية لأحبائنا المسلمين لأنه كل الدافع الداخلي هو مش أنك تربح هو أنك تربح النفس بمحبة وأن هذا الشخص يكون إله حياة أبدي لكن لما أنت اختبرت الأشخاص اللي مش فاهمين عن إيش بنتكلم شو اللي بتختبروا عند قبول المسيح إذا بتخدنا برحلة من خلال اختبارك أمين أخ نزار أنا كتبت مذكرات اسمه مذكرات في النعمة بـ 31-08-2013 أنا من النوع المبحب بالحساب عملية الحساب والرياضيات مبحبها لكن قلت ماذا اختبرت أو ماذا يختبر المؤمن تسح أول اثنين هو الغفران الحقيقي اللي تختبر الله غفر إليك ثانيا الحياة الجديدة في المسيح لما بقول حياة جديدة أعني بكل معنى الكلمة حياة جديدة مش بدلة جديدة لبستها لما أعني حياة جديدة فكر جديد تطلعات جديدة هدف جديد لحياتك وهدف تمشي لإله قبل ممكن كنت بحياتي أمشي لهدف اللي هو النسوان والمال والمصاري لكن لما تغيرت حياتي وأخذت حياتي جديدة بالمسيح صار عندي هدف مع رجاء وأمل اللي هو أنه أنا عايش لمجد الرابط بعد إذنك هون عاوز أوضح نقطة كتير كتير مهمة نعم أنت ذكرتها أنه مش كل واحد يولد مسيحي هو مسيحي أبدا واللي ولد مسلم هو مسلم نحن طالعين عن شيء اسمه دين نعم نتكلم عن علاقة حية على قواصل حي مع رب شخص موجود حي بغير وهذا اللي نحن نتكلم عنه شخص الرب يسوع يعني ما فيش إشي بالمسيحي اسمه ديانة مسيحية ديانة إسلامية ديانة يهودية أبدا نحن نؤمن بمخطط واحد الله من بداية التاريخ إلى نهاية التاريخ كله عم بصير بخطة محكمة منسجمة من خلال شخص المسيح فالمسيح هو أجا أصلا ما كانش فيه إشي اسم المسيحين ولا لليهود ولا بني إسرائيل أبدا المسيح لكل العالم هو محلص العالم فلما بتتكلم عن اختبار بتتكلم مش عن دين أبدا مش عن قواعد بتمشي فيها واحد اتنين ثلاثة لكن بتتكلم عن تغيير جذري صار في حياتك هذا اللي حبيت أوضحه أكيد أخ نيزار أنا بالحقيقة حبيت اسم البرنامج نور لجميع الأمم أو ليكون نور البث أو ليكون نور أو إذا نرجع على على السمعان النبي لما مسك المسيح الطفل لأنه الرب ترأى على سمعانه وقال له مش هتموت إلا تشوف مخلص إسرائيل قال ويكون نور لجميع الأمم يكون سبب خلاص لجميع الأمم فالمسيح هو حتى المسيحيين لما دعوا مسيحيين أول مرة بسبب شو؟ بسبب اتباعهم يسوع المسيح فأنا لما بقول أنا اختبرت أو أنا اتغيرت أنا بقول المسيح يجى لنضل المسلم يجى لمحمد ولا علي ولا حسين ويجى لطوني ولا جورج ولا إليا يجى للأشخاص اللي ولدوا كمان ببيت مسيحي لكن ما عندون العلاقة لما أحكي عن المسيحية ما بحكي كدين كعلاقة مثل ما حضرتك ذكرت علاقة حية أنت عم تعيش العلاقة مع الله وفي بقلبك ثمرة الإيمان مش ذا ثمرة الدين دايما بقول الدين جاي من الديان حتى تتآصص لكن ثمرة الإيمان لأن المسيحية هي ثمرة إيمان يزرع الله في قلبك وتنمو وهذه الثمرة لما تنمو تعطيك تغيير خارجي من برة لهذا أنا قلت اختبرت الغفران الحقيقي اللي هو أنت مثل ما بنقول كطفل إذا ميتت رب غفر كل خطائك واختبرت الحياة الجديدة وإذا انتبهت أخ نزار أنا قلت حاولت توب قبل كل ما بحاول توب برجع لكن بعد الاختبار بالمسيح بعد ما اختبرت تغيير المسيح لحياتي أنا تبت أي غير الطريق كنت رايح على اليمين رحت شمال كانت توجهات فكري يمين رحت فكر شمال أو رحت على طريق مختلف كليا هذا اللي بيعملوا المسيح فينا وهذا التوبة التوبة تعني تغيير الفكر أمين تغيير بالفكر وفي السلوك أيضا والاتجاه فتكون نابعة من القلب وتترجم على السلوك من برا فالمجد للرب لما تختبر المسيح أو لما اختبرت المسيح اختبرت تسعة أول شيء الغفران والتغيير الحقيقي ترجع تختبر ثلاثة اللي هي التبرير والتجديد والتقديس هذه الثلاثة تختبرها كيف؟ تختبر التبرير من خلال الولادة ثانيا ولادة روحيا من الروح القدس وتختبر التجديد من خلال الغفران خطيتك كمان تختبر التقديس بدم يسوع المسيح بعد ما تمر بهذه الثلاثة ترجع وتمر كمان بنفسهم بس خلينا نحكيها كما نقول لما تختبر التبرير كيف بدك تختبره؟ تختبره باعترافك بخطيتك لما تجي نحن معوديين أنه عايب أحكي لك كثقافة شرق أوسطية عايب أحكي لك خطيتي صح؟ أو نحن رجال أنا ما بغلط لسه كنت أعوض يوم الأحد قلت لهم الرجل العربي هو مهندس ودكتور وصيدلاني ويعمل كل شيء لكن ما بيقول أنا ما بعرف لكن الأبرص أو حتى المكرسة وقال أنا ما بعرف خذوني لعند يسوع فنحن هيك لكن الكتاب يعلمنا أنه الخطيئة حسب رسالة يوحنى الأولى يعلمنا أنه الخطيئة هي التعدي أي نحن لما عم نخطأ نتعدي على الله فحتى نختبر التبرير نحتاج لعند الله نجي ونقول له يا رب أنا خاطي يا رب أغفر خطيتي يا رب أنا محتاج أنه تغفر لي خطيتي فأول شيء لازم نختبر الاعتراف أنا جاي لعندك يا رب وأعترف لك هذا نختبره من خلال التبرير أو من خلال الولادة الثانية لحتى نولد ثانيا نعترفه وأكيد هذا الشيء ما بيصير إلا بتعامل مع الله لألنا لأن الله يتعامل معي وأنا رجعت لما سلمت حياتي أقريت أنه أنا خاطي وأنا بالفعل خاطي أوقات كثيرة إشياء نعملها أو مع ودين نعملها بنقول هذه ليس خطيئة هذه عادة لكن هي خطيئة وما بنحب نعترف فيها وفي خطايا بقلوبنا من خاف نعترف فيها بيننا وبين نفسنا نخجل منها فنحتاج نعترف لأله فيها لأنه نحن نتحدى على الله لما ما بنعترف بخطياتنا ثاني شيء نختبر التقديس قال الربي يسوع بإنجيل يوحنى 17-17 قدسهم في حقك قال بولس الرسول برسالة تسالونيكي الأولى الإصحاح الرابع والعدد الثلاثة بيقول هذه هي إرادة الله شو هي إرادة الله قدستكم التقديس يجي من مرحلتين بالبداية بالحقيقة تقديس مشترك اللي هو يصير فيه تغيير وتقديس شخصي تقديس مشترك لما غيرك المسيح صارت بمعاملاتك مع الناس بالشغلك بالمجتمع أنت تتعامل بقداسة كنت تتفكر بتسوء ظن بالناس تغيرت كل هذه الأفكار كان عندك هدف تسرق مصاري أو تشوف كيف الشاطر بياخد مثل ما بنقول التجارة شطارة أو أنا شاطر كيف بدي أخذ مصاري أكثر أو أكسب مصاري أكثر بشغلي أو أنا كيف بدي أضحك على مرتي أو خطيبتي وبروح مع نساء ثانيات أو أنا كيف بدي أكسب عن ناس كذبة بيضة انتبه هذه كذبة بيضة بنقول أبدا تصير علاقتك مقدسة مع الناس ومثل ما علاقتك مقدسة مع الناس يكون نفس الشي هو التقديس الشخصي الشق الثاني للتقديس يكون بينك وبين الله لما تكون لحالك تكون تفكيرك مثل ما بنقول من جوة مثل من برة هذا يكون التقديس الشخصي تكون معاملاتك مع الناس وأفكارك لما تقول لشخص مرحبة أي البساطة اللي هي في المسيح لما يقن مرحبة معناها مرحبة مش مرحبة معناها محتاج منك 100 دولار أو محتاج منك موضوع أو خدمة فهذا التقديس اللي بيأتي على المستوى الشخصي والهو عبادتك للرب قراءة الكلمة والصلاة بيكون في مثل دايما بحبه كنا نقوله بسوريا لما كنت صغير كنا نقول من فوق هلا هلا ومن جوه يعلم الله فلما يغيرك المسيح بتصير من فوق ومن جوه يعلم الله تصير من فوق ومن جوه بيور شفاف للناس الناس بتشوفك هذا اللي بيعملوا المسيح يرجع تمر بمرحلة القداسة عبرانيين الإصحاح الثالث وصور الإصحاح الثانعش والعدد أربعة عشر بيقول اتبعوا السلام مع الجميع وشو كمان القداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب لما تجي لعند المسيح ويغير فيك يعمل فيك شيء اللي هو القداسة القداسة بالفكر تصير مش بس تابع السلام تصير صانع سلام هذا شخص كان جبار كان قاتل هذا الحارة كلها تخاف منه تتغير كليا هذا الشخص كنا نخاف من أفكاره تتغير كليا شاول الطرسوسي قبل ما يصير بولوس كان شاول المتكبر المتعجرف وكان إرهابي كان إرهابي وكان متهد للمسيحية وكان يخذ شو ما بده من رئيس الكهنة ليقاتل المسيحيين لما التقى مع المسيح مش صار بس تابع للسلام صار اسمه بولوس المتواضع الصغير وصار شو كمان صار صانع سلام صار دايما يحث على السلام وبدل ما يخوف الناس صار يخاف من الشر ويبعد عن الشر مش يخاف منه بمعنى أنه أنا خايف وأرتجف بس يبعد عن الشر لحتى يصنع سلام لدرجة وصل أنه نزلوا بسلة حتى ما ينزلوا يعمل مشاكل قال ربعا لمني أتبع السلام السلام لا إلي أنا أنزل بسلة فلما تختبر المسيح مهما كنت شخص قاسي مهما كنت شخص جبار المسيح يغيرك لحتى يشيل قلب الحجر لجوتك ويعطي قلب لحمي فتختبر البر والقداسة والتبرير اللي أنت تبررت من خطيتك وتختبر الغفران الحقيقي وتختبر التوبة الحقيقية وأجمل من هذا كله أخ نزار تختبر علاقتك اليومية مع الله دايما بقول لهم كنت تفكر الله بعيد عني بألاف الكيلومترات لكن لما صرت أعباد الله دايما الله بجانبي الله اللي بيقول إذا نسيت الأمر ضيعها أنا لا أنساكم اللي بيقول من يمسكم يمس حدقت عيني أو الله اللي مش يقول قاتلهم يعذبهم الله على أيديكم ويشفي صدور قوم مؤمنين أبدا الله اللي بيقول أحب أعداءكم أنا لما كنت أقرأ الإنجيل وكانت فكرة الإنجيل مزور والإنجيل حرف كنت عم أقول إذا هذا الإنجيل محرف ما أروع أن أتبع التحريف اللي بيقول أحب أعدوك بارك لعنك ونحن آسف على الكلام بالشرق الأوسط دايما نلعن نلعن الآب والأم والأهل والعيلة ونسيب له الله بنفس اللعنة وحتى من خلال الصلاة يعني يصلي بلعنة نعم وهو يلعن لكن ألعنوا اليهود والنصارى اللهم شتت نساءهم وأطفالهم كان هذا دايما دعاء يعمل لي مشاكل بيني وبين نفسي ليش الله خلقهم إذا بدوا يلعنهم وعلى فكرة أنا حابب نأخذ كمان حلقة أسألك في كل هاي الموضوعات كشخص أنت دارس وعارف كمان الخلفية بس عوزعت فرصة للمشاهد أنت سمعت امسك سماعة التلفون اتصل كون شجاع الرب عم بكشف قلبك وفكرك ما تخافش أنت لما تيجي للمسيح بيعطيك سلام بيعطيك راحة بيعطيك تبرير بيعطيك غفران ما تخاف ما في خوف في المسيحية ارفع السماعة واتصل معنا تأكد لما بتصلي الرب عطيك حياة أبدي وهي واحد من الأشياء الجميلة في المسيحية تتحرر من الخوف والرعب عذاب القبر إلى آخره بيعطيك السلام الداخلي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة